أنتقل إلى السفيرة جينا تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لمهاجمتها قواف المساعدات الإنسانية متجهة إلى المدنيين في غزة برأيك إلى أي مدى تؤثر هذه الخطوة على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وكيف من الممكن اليوم أن نصف العلاقات بين واشنطن وتل أبيب أود أن أقول في البداية أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تعاني الآن بشكل ملحوظ الكثير من القيود والضغوط لقد رأينا خلال الأشهر الماضية الثمانية أو التسعة الأشهر الماضية منذ بداية الحرب أن رئيس الولايات المتحدة أوضح تماما أن هناك دعم مستمر ودائم من جانب أمريكا إلى إسرائيل وأوضح تماما أيضا أن لديه الكثير من الشواغل بشأن الحرب وكيف يمكن تنفيذها وتأثيرها على المستوى الإقليمي وما تتسبب فيه من دمار في قطاع غزة والضغوط التي توضع على المواطنين الفلسطينيين وبالتالي وبناء على ما سبق لديه كثير من القضايا والمشكلات مع الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها وهذا أدى إلى كثير من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل أن تعيد معايرة كيفية تنفيذ هذه الحرب وإدارتها من البداية كان الرئيس واضحا تماما الرئيس الأمريكي أقصد سوف نقدم لكم الدعم بدون أي تردد ولكن برجاء عدم فعل أي أخطاء سوف تظل العلاقات قوية وهذه هي طبيعة هذه العلاقات تاريخيا ولقد رأينا خلال الفترة الأخيرة بعض النقاشات حول الخطوط الحمراء وكيفية تقديم الأسلحة وكيفية استخدامها والكثير من الضمانات من أجل مراقبة ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية وفي غزة وما تستخدمه بهذه الطريقة في هذه الحرب باستخدام الأسلحة الأمريكية في التالي كان هناك لزام أن يكون هناك عقوبات مفروضة من الولايات المتحدة وأيضا لتضمن الولايات المتحدة أن تتفهم إسرائيل كيف يمكن تنفيذ هذه الإدارة للحرب وتراقب الولايات المتحدة ما يدور في الضفة الغربية كذلك